تحركات حتيثة لمحافظ عدن عبدالعزيز المفلح الذي قبل خوض التحدي الصعب في إعادة الحياة إلى العاصمة المؤقتة تبدو المهمة صعبة بالنظر إلى حجم الأزمات المتراكمة وفي مقدمتها الكهرباء ثم ملف الخدمات إجمالا يتحرك المحافظ الجديد في وضع شديد التعقيدات فما زال الملف الأمني الخاضع لتجاذبات العديد من الأطراف أحد أهم العوائق التي تواجه المفلح الذي لم يتمكن حتى الآن من مزاولة أعماله في مبنى إدارة المحافظة ولاءات الأجهزة الأمنية المتعددة بالإضافة إلى انهيار المنظومة الخدمية أبرز شقي الأزمة في عدن التي يحاول المحافظ إنقاذ العاصمة المؤقتة من خلالها وإعادتها إلى ما يفترض أن تكون عليه وبالنظر إلى المتاح وهو ليس بالشي الكثير ينتظر من المحافظ إحداث تغييرات ملموسة في القريب العاجل يكسب من خلالها رضى الشارع العدن الذي سيساعده كثيرا في تخطي الكثير من العوائق فهل سيجتاز المفلح تلك العوائق؟ ذلك هو المأمول لدى الكثيرين ممن استبشروا خيرا في تعيين المفلح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة